مولانا مع ظهور خاصية الميتافيرس اللي هي الواقع الافتراضي فيه ناس كتير بتحاول تربط الخاصية دي بالشعائر الدينية فهل أنا لو قمت باستخدام هذه الخاصية مثلا في إن أنا أقوم بزيارة المسجد الحرام أو المسجد أهل الحرام وأقوم بتالبيت شعائر الحج أو إن أنا أصلي مثلا صلاة الظهر في المسجد معيني أنا في البيت هل ده يجوز شرعا ولو يجوز هل تقبل الصلاة ولا لا تقبل برضو أحاول أن أتخيل معك على قدر زهني كيعني رجل عدة السبعين فترحمني شوية لأنه ها الرحمة حلو ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هو بيتكلم عن الميتافيرس التي تفترض وإذا كنت يعني غير دقيق في وصفي فصلح لي ما تكسفش إنهم بيلبسوا حاجة على زي نظارة فبيرى فيها ما يريده يعني ما يتخيله فهو يلبس النظارة دي ويتخيل أنه ذهب إلى المسجد الحرام ثم أنه طاف حول المسجد الحرام وقبل الحجر الأسود وصل ركعتين بعد السبعة بعد السبعة طوافات وخلف مقام إبراهيم ثم ذهب إلى الصفا وسعى بينها وبين المروة سبع مرات وانتهى في المروة وأنه على المروة يعني قص شعره أو حلقه كل ده في خياله ولكن هذا الخيال بهذه الكيفيات يراها بعينه وكأنه صنعها فهل يكفي هذا عن عمرة؟ هل يأخذ ثواب العمرة؟ هل تسقط عنه عمرة الفريضة؟ ونقول نفس الكلام عن الحج ونقول نفس الكلام عن زيارة سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم الإجابة بناء على الأحكام الشرعية أن الله سبحانه وتعالى يجعل محل هذه الأماكن جزءا لا يتجزأ من الركن حتى يبلغ الهديو محلة مش زهنك لأنه كل هذا الذي حدث الآن حدث في الزهن وقد يتطور الأمر حتى تتحول هذه النظارة إلى عدسات لاسقة وحتى يتحول أمر آخر في اللمس إلى خاتم وحتى يتحول ما فيش مانع طيب ثم ماذا؟ ثم أن هذا في ذاته لم يبلغ محلة فالمكان هنا هكذا حدثت تصورات وأحوال روحية شبيهة بهذا وليست هي هي وذلك أن الإنسان في المغرب يحدث له ما اسموه بالطرح الروحي ويذهب وكأنه خيال أيضا هو يتخيل ومثل ما تتخيل في الميتافيرس فيذهب روحه وتطوف حوالين الكعبة ويقبل ويصلي ويعمل وكذا إلى آخره يعني تمام فهل هذا يكفي عن الحج؟ فنصه أن لا لا يكفي عن الحج طيب يبقى إذن هذا الذي تخيل هذا الخيال أو حدث له ما اسموه بالطرح الروحي حينئذ ما دام جسده العنصري ورح مسميين الجسد اللي احنا فيه ده الجسد العنصري يبقى أصبح عندي جسد عنصري اللي هو الحقيقي اللي هو في الواقع البشاهد الحقيقي المكلف فيه الإنسان وجسد افتراضي يسموه سعاد الجسد الأثيري فالجسد الأثيري راح في مكان تاني المكان التاني هذا غير مكلف وتكلموا عن شخصية في التاريخ كان اسمها قضيب البان الشيخ قضيب البان ده كان يوجد في ست أماكن وياريت الميتافيرس يعني تصل إلى هذا في وقت واحد وكان يحكونا في هذا على سبيل كرامات الأولياء إنه هو الراجل جاله جال الولي ده وقال له عايزينك في اسكندرية مثلا يعني هي كان هذا في المغرب العربي أو القصة موجودة في الكتب في المغرب العربي في أماكنه مدونهم تعال عايزينك في اسكندرية يوم السبت الساعة خمسة قال له حاضر والتاني قال له عايزينك في أسوان يوم السبت الساعة خمسة قال له حاضر وتعجب التلامزة من الشيخ لب دعوتين يعني بعد عن بعض فأحدهم قال له يا مولانا حضرتك عطيت موعد على فكرة في اسكندرية في نفس ذات الوقت فسكت ولم يرد وبعد ذلك جاءه الناس من اسكندرية ومن أسوان يشكرون حضوره يعني بتوع أسوان جم يشكره انه متشكرين يا مولانا انك لبت الدعوة وجيت لنا يوم السبت الساعة خمسة وجمان اسكندرية عملت كذا وكانوا يسمونه المثال يسمون الحالة دي يسمونها المثال وكتبنا مليئة بهذا وكثير بعد ما حدث صدمة العلم التجريبي أنكروا كل هذا يعني هما ايه او لا فيش حاجة اسمها كده وده احنا بنرجع تاني علشان نسأل نفس الأسئلة اللي تسألوها الأقدمون طيب هو صاحبنا ده يا ترى يا هل ترى سقط عنه الفريضة أو كذا لا ما سقطش عنه الفريضة طيب هل ممكن أبقى هنا وأحضر ما يسمى بالكونفرنس كول في اسكندرية وفي ذات نفس الوقت يكون الجماعة في أسوان فتحين الزوم عشان يشاهد طيب ما احنا بنعمل كده يبقى أنا موجدت في اسكندرية بس مش بالجسد العنصري إنما يمكن أن نقول بالجسد الافتراضي ولا هناك في أسوان في ذات نفس الوقت برضو شايفني بالجسد الافتراضي فهل هذا هو الذي تقصده ولا في حاجة زيادة عليه إن كانت الصلاة يا سيدي بعيدة عن الشعائر الدينية التي هسترد أن أنا أكون بجسدي إن كانت مثلا أن أنا هصلي في المسجد النبوي هي لها عدد من الصلاة أكتر من الصلاة الفريدة العادية حضرتك عايز تقول أن أنا هنا هصلي في مسجدي هذا وأنا متخيل نفسي في الحرم فهل أخذ المائة ألف اللي هي بتاعت مكة أو الألف اللي هي بتاعت المدينة أو القمسومة اللي هي بتاعة الأقصى لا مش هتاخد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر